السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة تكاتف اكلتي يارب بكلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحت بان نهاردة ان شاء الله هعمل لكم تورتة موس الفراولة بطريقة سهلة جدا وهعمل لها للتغطية الجليز اللامع اللي هو بيدينا الشكل الرخام اللي انتم شايفينه ده تابعوني وان شاء الله طريقة هتعجبكم جدا والمقادير والمكونات سهلة جدا هنبتدي اول حاجة نعملها هنجيب الكيكة السفنجية عليش عذروني انا تصورتلكم الفيديو والاسف اتمسحها واسبع عني بس طريقتها سهلة جدا الكيكة السفنجية هنجيب نص كيلو دقيقة من عند العطار او من عند اي حد بيبيع خمات الحلواني حصت له ست بيضات هنحط له نص كباية مياه دافية ونضرب لمدة اتناشر دقيقة هيعلى معانا هنصبه في سنية نكون دهنينها او حطين لها ورقة زبدة علشان نعرف نقلبها بس كده والحد ما تستوي ونسيبها بقى نبيتها يوم وتاني يوم نبتدي نشتغل بيها ونبتدي نقطعها زي ما انتو شايفين كده انا بحب بشيلو الحروف والجناب ودي مش هنرميها طبعا هوريكو هنعمل بيها ايه في اخر الفيديو او هوريكو انا عملت بيها ايه في اخر الفيديو بس كده ونقسم بقى الكيكة ونركنها على جنب معانا باكوين جيلي هندوبهم في كباية ونص مياه مغلية هنا احنا هنبتدي كده نعمل الموس بتاعنا وهنسيبهم يبردوا خالص وبعد كده نعمل بقى الكريم شانتي هنحط ربع كيلو كريم شانتي عليهم نص كباية سكر بودر كريم شانتي نجيبه سادة ما عليهوش سكر ونحط له نص كباية سكر بودر وكبايتين حلب مسلج وفانيليا وبعد كده لما الكريم شانتي يعلى هنضيف عليه الجيلي اللي احنا حضرناه بس الجيلي يكون بارد خالص وهنشوف شكله هيبقى عامل ازاي هنبتدي بعد كده بقى نعمل الكيكة نجيب صنية شايفين شكل الكريم شانتي لما حطينا عليه الجيلي بقى سايب كده ما تقلقش هتحطيه في الفريزر هيجمد تاني هنجيب صنية نغلفها ببلاستيك كلها علشان لما نجي نقلبها هتتقلم ونحط اول طبقة هتكون الكريمة وبعد كده نسقي كده الكيكة بسيرب خفيف اللي هو كوباية ميا كوباية سكر على النار يغلو عصرة لمونة ونسيبه ميبرده ونسقي بها انا كنت عاملة سوس فراولة بس بصراحة لقيت الكيكة طلعت مسكرة او زيادة عن اللزوم فلغيت حزفته لما كنت بعمله قبل كده من غير السوس ده كانت بتبقى سكرها مزبوط جدا فسيبكوا من حيط السوس ده خالص بس بقى كده هنغلفها ونسيبها ليلة في الفريزر او على الاقل ست ساعات هنبتدي نعمل بقى الجليز اللامع معانا عشرة جرام جيلاتين وهنحط عليهم ستين ميلي ميا لازم الجليز ده لازم نعمله بالجرامات ولازم يكون عندك ميزان ديجيتال لو انت غاوية الحلويات لازم يكون عندك في مطبخك ميزان ديجيتال عشان توزيني به الحاجات دي وبعد كده معانا مية وخمسين جرام شوكولاتة بيضة هنحط عليهم مية جرام حليب مكسب حليب المكسب سهل جدا هقول لكم طريقته وبعد كده معانا مية وخمسين جرام سكر ابيض ومية وخمسين ملي مية وهننزل عليهم بمية وخمسين جرام عسل كلبوز او عسل نحل هنحطهم على النار لمدة خمس دقايق بس نار متوسطة اول ما يغلي نحسب خمس دقايق هقول لكم بقى طريقة الحليب المكسف سهلة جدا هتعملها في البيت اللي انا عملته ده اللي انا حطيته ده انا كنت عاملاه في البيت هنا غلي خمس دقايق هننزل بقى بالجيلي او الجيلاتين ندوبه كده وبعد كده ننزل بالشوكولاتة البيضة اللي هي اللي حطينا عليها الحليب المكسف خلاص كده هنسيبه بقى خالص او يبقى دافي هنحطه على على الطرطة وهو دافي وبعد كده حطيت بقى لون ابيض وحطيت لون احمر اداني لون روز كده هنبتدي نطلع بقى الكيكة بعد ما سبناها ليلة في التلاجة هنقلبها وخلي بالكو ياريت تستخدموا الالوان تكون الالوان الجيل لان الالوان البودر دي ما بتدوبش بسهولة ما بتوبقاش حلوة بصراحة خالص احسن بس انا ما لقيتهاش فاطريت استخدم هي البودر دي طريقة عشان ما نساش طريقة الحليب المكسف هنجيب كوباية لبن بودر وعليها كوباية سكر عادي ونص كوباية مية مغلية ونضربهم في الخلاط هتلاقي معاك حليب مكسف هتستخدميه في الحلويات كتير او انا بتديت بقى حط زي ما انتم شايفين كده نزلت بالصوص نازم الكيكة تبقى متجمدة والصوص هنحطه وهو دافي نزلت بيه كده اداني شكل الماربل دوت او شكل الرخامي ده بجد الصوص طلع حلو جدا وطعمه جميل وعملت بقى زيين التزيين اللي انت عايزه ممكن انت تستغني عن الصوص ده اصلا يعني انا في مرات عما كنت بعمل نفس الكيكة دي كنت بستغنى عن الصوص وكنت بزين بس كده بالكريم شنطي التزيين اللي يعجبك ابتدت بقى اعمل وردات كده الوردات سهلة جدا انا صورتلكو في اخر الفيديو البلبلة اللي بتتعمل بها الوردة نبتدي بقى نحط البلبلة دي فيها نحية واسعة ونحية ديقة الناحية الديقة هنخليها من فوق ونبتدي نعمل بقى شكل دواير دواير كده زي ما انتو شايفين في الفيديو هتتطلع معنا اهو زي ما انتو شايفين كده اللي انا مسكها دي هي بصراحة انا بستعيد عنها المفروض ان فيه زي مصمار كده بيتباع جاهز عند اللي بيعملو خمات الحلواني فانا ما كانش عندي فانا جبت غطة كده المفروض نتصرف يعني في الاوقات دي جبت غطة ورحت خرمته بمصمار كبير كده وبقيت استخدمه في عمل الوردة لحد ما ان شاء الله اشوفه هو بيتباع فين واجيبه بس زي انت بقى عملت وردات كده وعملت ممصوراتكو برضو البلبلة اللي انا عملت بيها ورقة الشجرة اه وده الشكل النهائي بقى للكيكة شكلها طلع جميل جدا وطعمها بجد طعمها حلو جدا وطريقة ان انت تصبيها في الصينية دي بتسهل عليك بتطلع لك الشكل المزبوط بعيدا بقى عن انك تفضلت ايه تعمل الترطاية او كده دي ترطاية تانية عدوا شوفوها حالا حاجة فضيعة اه انا بعمل كيكة عادية وبحولها الترطاية خطيرة وبعدوا شوفوها هحطولكم اللينك بتاعها في ال في الديسكريبشن او في صندوق الوصف خلاص كده الكيكة خلصت هنحطها بقى في التلاجة ساعتين مثلا ونبتدي بقى نقطعها زي ما انتوا شايفين كده طبقات والكريمة كريمة الموس مسكة نفسها جدا وطعمها حلو جدا 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 هتعجبكم لو جربتوها وطعمها ممتاز بصراحة يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب يكون خفيفة عليكم ويريد تشتركوا بقى معايا في القناة واتفعلوا زر الجرس اللي هيظهر لكم بعد كلمة اشتراك دي اهي الكيوارد دي اللي انا عملتها من الكيكة من الترطة لما قطعتها الحروف والجناب مسكتهم حطي بقى اي بواقع عندك عندك بواقع كريم شنطية عندك سوس شوكولاتة عندك اعجينيها لحد ما تتكون كده معاك عجينة تقدر تشكليها وبتدي شكليها كده وغطسي فيها شوكولاتة ودي الاشكال اللي انا عملت بيها دي اللي عملت بيها فرع الشجرة واللي فاتت اللي عملت بيها الوردة ودي اللي عملت بيها الجناب بتاعة الترطة وبس كده بطريقة سهلة جدا وتفرحي اولادك وتعملي حاجات في البيت انت ضمنها وانت واسقة منها ومن نظافتها يارب الفيديو كان عجبكم وشكرا لكم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة